كنت لسه بقول لحظاتكم على تويتر احمد حسن كوكا النهاردة وهو لعب مهزب ورائع ومميز ومتقلق في الدوليات الاوروبية منذ سنوات ويشرف الكرة المصرية كوكا النهاردة بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر كتب على تويتر التالي نصا يعني بعد لما ما كنتش في القائمة في امم افريقيا زعلت اوي وقلت المدرب صح وانا مش بلعب بانتظام في فريق وما بجيبش جوان كفاية وساعتها قلت والله لموت نفسي اكتر والعب اكتر واجيب جوان اكتر عشان ابقى موجود المطشين الحاسمين في تلات شهور الحمد لله ربنا قرابني وجبت تمن جوان واربع اسستات في عشر مطشات اساسي بس ما حصلش نصيب ان ابقى موجود في المعسكر برضو احساس صعب واحباط كبير بس والله كل اللي بتمنى ان ربنا يكرمنا ونسعد ومصر كلها تفرح بالتوفيق لاخواتي في المطشين وبإذن الله نسعد كياس عالم الجملة الاخيرة رائعة رائعة وياريت كل اللاعبين اللي مرحوش المنتخب يبقى عندهم نفس المشاعر بس هقول رأيه صراحة شديدة كلنا هنقول هو ليه مش احمد حسن كوك ما دي من الأسئلة للناس النهاردة سألت زي ما سألت ليه مش محمد شريف زي ما سألت ليه مش مهنة لاشين زي ما سألت ليه مثلا مش علي جبر زي ما سألت ليه محمود عاجل الأسئلة دي تطرح سيب الجماهير هي اللي تطرح أنت مش محتاج تقول أرقامك مش محتاج تثبت شيء عشان تلاعب فعلا كبير ومهاجم كبير ومهاجم محترم وأنا قلت لكم حتى الأسباب اللي خلت أحمد حسن كوك يخسر المنافسة اللي بينه بن مران حمدي في الفترة دي في المباراتين دول بس لكن ممكن أحمد حسن كوك يلاقي نفسه إن شاء الله بإذن الله لما نتأهل كاس العالم موجود في كاس العالم أنا بس متحفش شوية إنه كتب التويت بس كلامه كان محترم يعني التويت نفسها الكلام اللي فيها ما فيهوش مشكلة ما فيهوش مشكلة جبيرة بس ما كانتش لازمة يعني ما تلغبطش اللعيبة يعني ما هو برضو أنا أقول يعني أحمد حسن كوك أنا أعرفه وأعرف أديه هو لعب مهزب وأعرف أديه هو بيحب منتخم مصر جدا جدا ما عندوش المشاكل دي بس أنا لما أخوش أكتب تويته زي دي ما أنا كاميروان حمدي ولو مصطفى محمد هحس إيه طب هو كده شايفت شايفت نفسه أحسن مننا فهو اللي استحق وإحنا ما نستحقش من الحاجات دي بتأثر معنويا حتى لو مش بشكل مباشر بشكل غير مباشر أنا بس بطلب من أحمد حسن كوك وبطلب من كل لعبي منتخم مصر اللي موجودين برق قائمة اللي هم إن شاء الله يبقى اليوم دور في الفترة اللي جاية احنا دلوقت مش محتاجين منكم غير الدعم أنتو بالنسبة لنا لعيبة كبيرة لعيبة عظيمة دعموكم من الخارج زي وزي أكينك موجود في الملعب ادعم من برة وإحنا هنفضل وراك إن شاء الله تبقى موجود في المنتخم الموضوع كله أوله أخره هي طريقة لعب أدوار المدرب بيبقى عايزها حاجات أنت ممكن كشخص مش تبقى عارفها لوحدك يعني أنا مدرب أنا مثلا شايف إن أحمد حسن كوكا مهاجم في كل المواصفات بس أنا في المباراتين دول عايز مهاجم سريع لا أحمد حسن كوكا من السريع طيب أنا عايز مهاجم بيضغط كويس جدا لا محمد شريف ممكن يبقى عنده مشكلة في الضغط بس هو هدافه بيعرف ينهي الكرة بشكل كويس ويعرف يمره بشكل كويس بس أنا عايز واحد بيضغط التفاصيل عنده غير التفاصيل اللي عندك هل ده معناه إن اللي موجودين في المنتخب أحسن من اللي برة مش شرط خالص ممكن اللي برة يبقى فيهم أحسن من اللي موجودين جوا بس اللي جوا هيقدوا أدوار المدرب عايزها في المباراتين ببساطة مفيش أحسن ووحش الناس طول الوقت عاملة الجيم ده يعني هو فلان ده أحسن من فلان ده القصة مش كده خالص وأنا كنت شرحته قبل كده إن إحنا كلنا مدربين وإن إحنا كلنا بنحب الكرة وإن إحنا كلنا نقدر نتكلم في الكرة وده حقيقة ده مش إسقاط عشان برفض أنا فكرة إن حد يسكت على حد إنه إحنا شعب مش عارف 100 مليون واحد بيفهمه في الكرة و100 مليون مدرب آه إحنا 100 مليون مدرب و100 مليون واحد بنفهم في الكرة دي اللعبة اللي بنحبها كلنا وكلنا بنفهم فيها بس تفاصيل كتيرة مش هيفهمها غير المتخصص غير المدرب تفاصيل صغيرة بس مهمة جدا هيفهمها مين المدرب عشان ديش أولانتو وأنا حتى ضربت المثل ده بكده وهكرره تاني حضرتك مهندس حضرتك دكتور حضرتك مدرس حضرتك أي وظيفة ممكنة تمام أنت بس اللي هتعرف تفاصيلها حتى لو أنا عرفت أخذ مسكن حتى لو أنا عرفت أعمل رسمة في البيت ديكور بشكل معين حتى لو أنا عرفت أعلم ولادي أو أزاكلهم بس لا أنا هبقى زي المدرس ولا أنا هبقى زي المهندس ولا أنا هبقى زي الدكتور دي شغلانتهم هم اللي متعلمينها هم اللي عارفينها هم اللي مرسوها سنين موضوع بسيط جدا كل اللي إحنا عايزينه دلوقتي إيه إحنا قدامنا النهاردة إيه النهاردة السبت لحد يوم الجمعة إحنا دعمه بس هتقول لي يعني مش هنقول يعني أخطاء ومشاكل مفيش أخطاء ومشاكل إحنا ديسة ملعمناش يعني مش لازم نجود ومش لازم نقول حاجات يعني إيه تنزل الهمم وتعمل مشكلة نفسية ومعنوية عند اللعبين لا لا خشوا قولوا محمود علاء محمود علاء إنت الفترة اللي فاتت دي ما كانتش في أفضل مستوى معنادي الزمالك بس إحنا واسقين فيك عارفين إن انت مدافع كبير عارفين إن انت مدافع رائع عارفين إن انت هتكسمنا عارفين إن انت هتسندنا عارفين إن انت هتشتغل كويس قولوا الكلام ده هيبعيزوا دلوقتي خلاص هو اللي موجود في القائمة روح قول لي أفشة آه انت ما كانتش موجود في المنتخب الفترة اللي فاتت بس يلا ورينا وينا لما هتبقى في المنتخب ورينا أفشة بقى والتصويبات بتاعته الرائعة ورينا أفشة وصنعت اللعب الرائع بتاعة أفشة ورينا ورينا يعني قعدوا سندوهم هتقول لي هتسهيدهم إزاي يعني هم شايفيني أه شايفينك أه شايفينك البوست ولا التويتر اللي بتخش تكتبهم دول بيشوفوهم بيشوفوهم وكل كلمة وحرف حضراتك بتكتبه بيأثر فيه انت ممكن تكون كاتب الكلام ده لصحابك بس هو في الأصل رايح لهم هيشوفوه هيجيلهم بشكل أو بآخر خش قول لصحابك بدل ما احنا عميين ينكد على نفسنا ونقول هو احنا إزاي هنكسب السنغال لا 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 الموضوع محسوم السنغال هتصعد كس العالم بص يا عم التشكيلة بص ده عندهم لعيبة باريس سان جرمان ونابلي وبايرن لا لا صعب صعب احنا الموضوع صعب علينا ليه صعب علينا ما احنا قلنا كده في كاس العالم الأفريكية الأخيرة كل المباراة كنا منخشها نخش نلعب قدام كوندفور انسى المرة دي صعب عوي المغرب مستحيل الكاميرون ده عندهم نجوم وصحاب الأرض كمان نيجيريا ما قدنا فيها مبرامج كويسة بس يعني خسرنا واحد فهي الموضوع الموضوع انه احنا عندنا سلاح شايلينه في جيبنا كده كرت بنلعب بيه طول الوقت ايه هو الروح والحماس انا مش من المدرسة اللي بتقول ان الروح والحماس اللي بتكسبه خلاص لا طبعا احنا محتاجين نبقى ملتزمين في الملعب محتاجين نبقى مركزين كويس جدا محتاجين يبقى عندنا كل أنواع الثقة في النفس عشان نقدر نجاري المنافس اللي قدامنا وتوفيق ربنا طبعا قبل كل شيء بعد كده ربنا يسهل لنا ونبقى موجودين في كاس العان بس خلوا نظرتنا إيجابية شوية خلوا نظرتنا إيجابية شوية